موسيقى 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 النهاردة ان شاء الله هناخد الالجابريك اكسبريشنز المين كونسيبت انهنا هيكون عندنا ويرد فورم هنحولها لالجابريك اكسبريشن زي 2x plus 3 3x minus 8 1 half x 2x هنتفق الاتفاق ان احنا عندنا كلمات بتدل على الوباريشنز اللي احنا درسناها في الاول هناخد مجموعة من الكلمات المشهورة اللي بتعبر عن الوباريشنز اللي احنا درسناها قبل كده في الاول هناخد الادشن الادشن هنلاقي مجموعة من الوردز اللي لازم تكون حافزها كويس جدا بتعبر عن الادشن والصين تابعه هي زي كلمة add more than some يعني addition يعني plus كلمة increase يعني بزود كلمة plus اللي هي معناها add greater than برضو معناها addition بالنسبة لل هناخد اول كلمة او اول verb اللي هو بعد كده كلمة difference اللي قصتها كلمة sum decreased by زي كلمة يبقى بتدل على plus وتدل على minus والمينس العلامة دي مشهورة جدا بعد كده بتيجي كلمة minus اللي هي بتراضف كلمة subtract او نفس المعنى have the same meaning reduced كلمة reduced معناها subtract كيف بتنساش add more than some increased by plus greater than كل الكلمات دي من السر معناها add plus subtract less than decreased by minus reduced كل الكلمات دي هتقبلنا معناها minus next operation اللي هو multiplication الكلمات اللي بتعبر عن multiply product اول ما تشوفها معناها times multiply معناها times times كلمة times كلمة times like multiply twice كلمة double معناها times 2 كلمة triple معناها times 3 يعني ات بتعمل divide by او ممكن نستخدم Cلمة divide by معناها division وهذه هي كلمة division اول ما تشوفها زي كلمة وحندفلهم كلمة بتدل على سهلة جداً يا إما تقول كلمة معناها 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 يبقى ثاني بتدل على أول إكزامبل معنا مديني الورد فريز وطالب مني الالجبريك إكسبريشن سهلة جداً تبنين الكبير فيهم معناها أن هي الصغيرة والي هو الكبير يبقى أنا هقوله كلمة معناها يبقى أنت هتكتبها خد بالك أن بقدر أكتبها يبقى لما تشوف بقدر أكتبها بقدر أكتبها بقدر أكتبها يعني هو هنا بيديك الورد فريز وبيطلب منك تكتبها ألجبريك إكسبريشن طبعاً ساعات ما بيديكش قموز معينة في السؤال فأنت بيتاح لك الفرصة أنك تستخدم أي رمز بس هنا هو أكبرك برموز معينة كلمة معناها كلمة معناها يبقى يا ميسر هقوله معناها يبقى سهلة جداً أخد بالك دي معناها اللي هو اللي هو كلمة دي إحنا قد يكون إحنا ما خدمهش لسه معناها أكس سكوارد يعني أكس تايمز أكس طيب هنا النمبر عندي اسمه A فأنا مش هستخدم رمز الـ X هستخدم رمز A يبقى أنا أقوله A سكوارد كلمة سم معناها بلس يبقى A سكوارد بلس 5 يبقى أنا أكتبها A سكوارد بلس 5 نمبر فور يبقى مين الكبير الب بي مينس مستر وات مينس 5 25 25 أول حاجة هنجيب مين الكبير فيهم البرودكت للـ 4 والـ N طبعا بكتبها 4N ما تنساش 4N معناها 4 times N يبقى 4 times N مينس مستر وات مينس 25 نمبر 6 أول ما نشوف كلمة كوشينت يبقى معناها divided by خد بقى لك التزم بالترتيب هنا يعني الـ dividend هيكون عندك B والـ divisor هيكون عندك 3 يبقى أنا أكتبها B divided by 3 طيب B divided by 3 ممكن حد يكتبها لي B divided by 3 next exercise complete to write the expression A add 6 to a number X يعني أنت هتضيف 6 للـ number X يبقى قدر أكتبها 6 plus X ولو كتبتها X plus 6 نفس المعنى لأننا عندنا هنا المدرسناها في الشابتر 1 B subtract 3 from number Y اللي بعد من دائما هاته الأول يبقى الـ Y هو الكبير والـ 3 هو الصغير يبقى كلمة subtract معناها minus so we can write the expression as Y minus 3 يعني أنت تضرب 5 في الزي طب يا مستر واحد هيكتبها لي كده 5 times Z دي نفس المعنى لو انت كتبتها 5Z مهمة جدا 5Z means 5 times Z or 5 multiplied by Z divide the number M by 3 طبعا ال M الاول يبقى الدفننت عندك M divided by Mr. 3 بعد الناس بتكتبها as a fraction we can write it as M over 3 بيقول لي write the algebraic expression add a number Z to 36 يبقى Z plus 36 سهل جدا 5 less than a number X متكررة يبقى X minus 1 Mr. minus 5 X minus 5 9 more than Mr. a number X تكتبها لك كلمة more than معناها plus so we get 9 plus X or X plus 9 subtract a number T from 24 so we get 24 minus T the expression three times a number Y so we can write it as 3Y مهمة جدا 3Y means Mr. three times a number Y product of a number B and 7.5 كلمة product مميزة معناها multiply يبقى انا هكتبها 7.5 times B we can write it as 7.5B Caution of a number H by 9 هو هنا حدد لك اللي بعد البي على طول بيبقى denominator يبقى ممكن اكتبها H over 9 or H divided by 9 لاثنين صح 9 divided by Mr. a number X and 9 هتعملها divided by X so we can write it as 9 divided by X or Mr. 9 over X 79 multiplied by a number V يبقى 79 times V so we can write it as 79 V take away معناها subtract a number K from 18 يبقى 18 هتبقى العوى يبقى الExpression عندك هيكون 18 minus K هو كده يبقى انت قدرت تكتب الالجبريك expression لو كان عندك word 4 Next complete the table طبعا هنا بيديني word expression او بيسموها verbal expression وطالب مني symbolic expression او الالجبريك expression بيقول لي add 3 to the double of the number X كلمة double معناها times 2 طب double X يبقى معناها 2 X وهتضف لها 3 يبقى عندي 3 plus 2 X لو انت كدبتها 2 X plus 3 نفس المعنى subtract 5 from the double of Y يبقى يعني يبقى double of Y الاول يبقى معناها 2 Y then we can subtract 5 subtract means minus add 7 to 3 times the number Z يبقى just add 7 so just write 7 plus 3 times the number Z معناها triple Z triple معناها times 3 so we can write it as 7 plus 3 Z subtract 3 from the half of the number X half X ممكن تعملها half X بالطريقة دي or you can write X over 2 then subtract 3 add 6 to one third of the number Z يبقى هقولها 6 plus one third Z خد بالك ان دي ممكن تكتبها X over 2 minus 3 ودي كمان ممكن تكتبها 6 plus Z divided by 3 subtract 8 from a number طيب النمبر ده هو متاح لك الحرية تستخدم اي رمز انا دايما بحب استخدم X so subtract 8 from X so we get X minus 8 add 5 to three times of a number برضو النمبر ده هو متاح لك الحرية انك تختار اي رمز so we can choose X so add means plus so we can say mister 5 plus X or X plus 5 add 4 to the half of a number this number is X so half X then just add 4 so we can write half X plus 4 subtract 7 from one third of a number one third of a number so we can write it as one third X then we can subtract 7 mister subtract means minus so we can write it as one third X minus 7 7 is added to the double of a number double of a number معناها 2X so just add 7 so we can write 7 plus 2X three is subtracted from three times of a number three times of a number so it will be 3X خذلك اللي بعده from هو اللي عبارة بيسموها menuend بس انا مش عايزين نستخدم برفاز دي عشان ما تبقاش صاب عليك اللي بعده from هاتل اول يبقى الم menuend عندي 3X so subtract Mr.Watt subtract 3 so we can write the expression as 3X minus 3 twice what is the meaning of twice means double يعني double أو twice معناها Mr. just multiply by 2 twice the sum of a number and 3 first find the sum of a number X and 3 so it will be X plus 3 طب انت هتجيب ال twice so we can multiply by 2 خذ بالك دي كنا سمعناها distributive property ممكن تكتب اللصين بداية multiplication وممكن ما تكتبهاش مفيش مشكلة the difference of three times a number and one يعني انت عايز تجيب ال difference يبقى احتمل subtract of three times a number and one النمبر انا هنفترضه بX three times يبقى 3X طب والone معاني ال one يبقى اصبح الإكسبريشن عندي the difference يبقى minus يبقى three X minus one this is the expression means what the difference of three times a number and one ركز تشوز the correct answer ودي اهم الاسئلة الملتبل choice بنركز عليها عشان مصفة الاختبار بيجي دايما اسئلة multiple choice number A if we subtract five from the number X what's the expression اللي بعد فروم هيجي الأول يبقى المليونة عندها عندي هيكون X so X minus five so the correct answer is X minus five سوزان سيفد Mr. X leverages يعني هي وفارت X and her father gave her 10 يعني وابوها كمان إدها 10 pounds she will have طب إتوت هالبقى مصر just add خد بالك يبقى X plus 10 X plus 10 so she saved what X plus 10 or 10 plus X next is subtracting three from double of a number X طب double X طبعا عربنا two X subtract three so minus three so the expression it will be two X minus three the difference between three times a number and two find the difference between three times a number three times a number دي معناها triple X لو احنا افترضنا ان النمبر دي X أشهر رمزة عندي then Mr. Subtract لان كلمة difference معناها subtract subtract two so the expression it will be three X minus two هتلاقيه موجودة في الاختيارات R يبقى the second choice so it will be three X minus two finally if three times a number is added to 12 الأول هنجيب three times a number يبقى معناها triple X وبعدين added معناها plus number 12 طيب هو بيقول لي this expression that expresses this طبعا دي الورد فورم هو three X plus 12 هتلاقيه موجودة في الاختيارات three X plus 12 بكده يبقى احنا انتهينا من algebraic expressions ازاي يكون عندنا ويرد فورم ونحاولها على طول algebraic expressions by using Mr. variables اللي هي X وال Y وال Q وال R ما تنساش لو اعجبك الفيديو تنمى اللايك وشير مع اصحابك سبسكرايب في القناة موسيقى